اشتركوا في القناة الخليج للفورميلا ون وجائزة روليكس لصخير الكبرى للفورميلا ون 2020 مثنيا المجلس على الجهود المخلصة للكوادر الوطنية التي اسهمت في انجاح تنظيم سباقين متتاليين وما تميزا بهما من مستوى عال في التنظيم يرسخ مكانة المملكة على صعيد تنظيم البطولات الرياضية الدولية كما اشهد مجلس الوزراء بنجاح حوار المنامة وما يتميز به هذا الحدث من مناقشات مثمرة لابرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم وتصهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة وهو ما يؤكد اهتمام المملكة بقضايا الامن الاقليمي والدولي ورحب المجلس ببدء جلسات الحوار الاستراتيجي الاول بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الذي يصهم في مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والدفع بها نحو افق اوسع من العمل والتنسيق المشترك وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد اكد مجلس الوزراء على اهمية الجهود القائمة لمواصلة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطوير الاجهزة الرقابية وسن وتحديث التشريعات بما يخدم التطلعات المنشودة الرمية الى ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وقرر التالي اولا الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بخصوص التعديلات المدخلة على الاتفاقية الايطارية لانشاء التحالف العالمي للطاقة الشمسية ومتبعة اجراءات انضمام مملكة البحرين كعضو في هذا التحالف وذلك في اطار تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة وجهود التصدي للتغير المناخي تحقيقا للتنمية المستدامة اثنان مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن انضمام الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الى الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من تجارب الهيئات الوطنية العالمية المتخصصة في الفضاء بما يتماشى مع توجهات المملكة في مجال علوم الفضاء ثلاثة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حماية وحفظ معالم ثقافية معينة بما يسهم في تعزيز حماية التراث الثقافي وإتاحة المجال للجميع للوصول الى المخزون الثري للثقافات الوطنية والعالمية أربع مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتحديد رسوم إصدار شهادات القيمة المضافة وتراخص الممثلين والوكلاء وتقديم الاعتراضات بما يسهم في تطوير العمليات التنظيمية في هذا الشأن خمسة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن توسعة مركز البلاد القديم الصحي بتبرع من جمعية خيرية خاصة من منطلق شراكة المجتمعية لخدمة القطاع الصحي بمملكة البحرين ستة مذكرة وزارة التربية والتعليم بشأن رغبة مركز الدراسات الفرنسية بجامعة البحرين في الانضمام لعضوية الوكالة الجامعية الفرنكفونية بما يسهم في الاستفادة من دعم الوكالة في الجوانب الخدمية والموارد التعليمية والخبرات العالمية في المجالات العلمية والبحثية سبعة مذكرة مشتركة من وزارتي التربية والتعليم والمالية والاقتصاد الوطني بشأن منحة تمويل لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة قلالي الابتدائية الاعدادية للبنات بهدف استيعاب زيادة المتوقعة في عدد الطالبات الناتجة عن التوسع العمراني في تلك المنطقة مع ضمان توفير بيئة دراسية نموذجية وعالية الجودة تشتمل على جميع المرافق التعليمية والمختبرات العلمية ثمانية مذكرة وزير الخارجية بشأن مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حضر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة التي يأتي حرصا على مواصلة التقدم الذي حققته مملكة البحرين في هذا المجال وتنفيذها للالتزامات الدولية ثانيا استعرض المجلس الموضوع التالي واحد مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على ثلاثة عشر اقتراحا برغبة من مجلس النواب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة